قالت النقابة العامة للمصارف والبنوك والضرائب والتأمينات والأعمال المالية بعدن أنها ترفض كل المحاولات التي يقوم بها المجلس الانتقالي للسيطرة على النقابات العمالية في العاصمة المواقتة عدن وأكدت النقابة في اجتماع لها برئاسة محمد فيصل باخريبا نائب رئيس النقابة الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال عدن وبحضور رئيس اتحاد نقابات عمال عدن مرفة السلامي وعدد من رؤساء وأعضاء النقابات العمالية بعدن على رفض تأسيس نقابة جديدة للمصارف والبنوك في ظل وجود نقابة منتخبة وشرعية لافتة إلى أن هذه تعد مخالفة للوائح والقوانين وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من القضايا والصعوبات والتحديات التي تواجه عمل النقابة العامة للمصارف والبنوك والإشكاليات التي حدثت في نقابة البنك المركزي وأفدت النقابة بأن موافقة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن على تأسيس هذه النقابة المخالفة وغير الشرعية وإعطائها ترخيص أمر مرفوض ويعد انتهاكا وتعديا لصلاحيات القيادة المنتخبة للنقابة العامة للمصارف والبنوك والضرائب والتأمينات والأعمال المالية ومحاولات للسيطرة على النقابات العمالية وهددت بأغلاق جميع البنوك والمصارف في العاصمة المواقتة عدن في حال استمر المجلس الانتقالي في تعنته ومحاولته للسيطرة على النقابات وإقصاء القيادات النقابية الفاعلة والمنتخبة من قبل الموظفين